السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب طريقة لها معجزات ربانية عجيبة وغريبة كلها أسرار ربانية مكنونة بفضلها سيتحقق لك ما تحتاج إليه وتتمنى والذي نفسي بيده هو أن لهذه الطريقة معجزات ربانية عجيبة سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة التي لا يعرفها أغلب المسلمين في هذه الحلقة سوف نخبركم بها سبحان الله ماذا بينك وبين الله حتى يصادفك مثل هذا المقطع تأكد أن الله يريد بك خيرا على ظهور هذا الفيديو لك أحبتي في الله إذا فعلت هذه الطريقة سوف ترى في عينيك معجزات ربانية عجيبة وغريبة جربها لن تخسر أي شيء بل وعلى العكس تماما سوف ترى في عينيك المعجزات التي سوف تحدث معك بعد أن تفعل هذه الطريقة سوف يتحقق الحلم الذي كنت تعتقد أنه مستحيل فيا سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة إني أسألكم بالله فيا سبحان الله العظيم على معجزة هذه الطريقة إني أسألكم بالله أن تضغطوا على زر الإعجاب أتعلمون لماذا لكي يصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المسلمين وتعم الفائدة فلا تنسى الدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم فائدة قوية جدا وعظيمة كلها أسرار ربانية مكنونة بفضلها سيسخر لك الله جميع الخلق ويقول لك ملك ومال وجاه ورزق كثير ورفع عجيبة بين الناس بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة من أوائل العشر منذ الحجة إن شاء الله سترى فيها الخير والأرزاق والمعجزات والكرامة ارفع يدك وأنت تردد هذا الإسم العظيم وبسرعة سينزل عليك الرزقك المطر وسيأتيك قوة من بعد ضعف وفرحة كبيرة من بعد حزن حتى ترضى ويهون عليك كل شيء ضاق به صدرك سترى الأفراح والبنقات والأرزاق تفيد عليك وأبواب الرزق تفتح لك بطريقة مفاجئة لم تكن في حزبانك أبدا فائدة قوية جدا ماجحة ومجربة ومضمونة فائدة كرآنية وافية وكافية لكل الأرزاق من الفوائد التي تبعث الفرح والأمان والطمأنينة بعد الهم والحزن والتعب ستجلب لك الخير والسعادة والبشارات والأموال الطائلة والأرزاق الوفيرة وستسد كل ديونك مهما بلغت الملايين بفضل هذه الفائدة المباركة ويغير الله حالك إلى أفضل حال سيعودك الله سبحانه وتعالى عن كل إحساس مؤلم عن كل خيبة أمل أو انكسار أصابتك في حياتك فكلما ردد هذه الآية العظيمة بهذه الطريقة نال حظا عظيما في حياته نال حظا عظيما في حياته وقد الله حاجته وفتحت له كل أبواب الرزق في وجهه أحبتي في الله إن شاء الله في أي وقت تجلس أو تقف في مكان مفتوح في مكان فيه الهواء الطلق وأنت متقابل مع السماء ثم ترفع يدك للسماء وترفع كفة دراعة لله سبحانه وتعالى وتردد هذا الاسم العظيم والمبارك وهو اسم الله تعالى الوهاب تردد هذا الاسم مع تمرة تردد هذا الاسم مع تمرة بخشوع وتدبر واسم الوهاب واسم له أسرار في الفتح والرزق والغنى وسهبك الله كل ما تتمناه من فتح ورزق وغنى سريع وتحقق كل أمنياتك وتقضى كل حوائجك بإذن الله تقولون يا وهاب يا وهاب يا وهاب ما تمرة تردد اسم الله تعالى الوهاب بصيغة يا وهاب ما تمرة وأنت تفكر وفي نياتك كل ما تريده أن يتحقق لك يعني تضع أي شيء تتمناه أن يتحقق لك ضعه في بالك وأنت تردد اسم الله تعالى الوهاب وأنت تنظر إلى السماء ويادك مرفوعتان إلى السماء وتضع الله بهذا الاسم العظيم ثم بعدها تردد هذه الآية المعجزة والعظيمة ثلاث مرات متتالية تقرأها جارا وهي من سورة الزاريات وتردد هذه الآية في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنكم تنطكون صدق الله العظيم سورة الزاريات الآية رقم 22 والآية رقم 23 تردد هتين الآيتين ثلاثة مرات بعد ما تردد هتين الآيتين ثلاث مرات تكون بصوت مسموع ثم بعدها تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة وهي الصيغة الإبراهيمية وتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بعد ذلك تختم هذه الفائدة بهذا الدعاء القصير وهذا الدعاء الجميل وهو دعاء يجلب الرزق بسرعة وتقول اللهم يا رازك السائلين يا رحم المساكين ويا زال قوة المتين ويا خير الماصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين إياك نعبود وإياك نستعين اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك يا مقيل العثرات يا قادي الحاجات اجدي حاجتي وتذكر حاجتك بعدها وفرش قربتي وارزقني من حيث لا أحتسب هترد دائز الدعاء سبع مرات بإذن الله سبحانه وتعالى ثم تختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مرة واحدة وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا طبقت هذه الفائدة بنفس الطريقة وبنفس الكيفية إذا طبقت هذه الفائدة بنفس الطريقة وبنفس الكيفية بنية خالصة وبيقين تام لله سبحانه وتعالى وصادق سيبقى اللهم ملقا عظيما لا ينفذ أبدا ورزقا كثيرا واسعا لا يعد ولا يحصى وسيمن الله عليك سبحانه وتعالى بالرفع العظيمة والهيبة والجاه وسيحب فيك خلقه وسيرسل لك أرزاقا دائما وفيرة بإذن الله تعالى من حيث لا تدري فأقصره بالدعاء أحبتي في الله في هذه الثلاثة أيام الأولى من زل حجة من العشر من زل حجة بإذن الله تعالى فهذه الأيام يستجاب فيها الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى أكثره الدعاء وألحه في الدعاء لله سبحانه وتعالى فإن الدعاء يغير الأخدار كما إن سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه الأيام العشر من زل حجة يستحب فيها التهليل والتكبير والتزبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى وبسر هذه الفائدة بإذن الله سيفتح لك الله كل الأبواب المغلقة وسيغير حالك وحياتك وحوالك وظروفك إن شاء الله ستكون أسعد الناس والله جل وعلا سيهبك أرزاك دائمة وخيرات لا تعد ولا تحصى بإذنه تعالى وبقوته أحبتي في الله أتمنى أن تقوم بهذه الفائدة وسطرون عطرها العجيب والسريع في تحقيق الأمنيات وقضاء كل الحوائج فبإذن الله الوهاب سيهبك الله كل الخيرات بإذن الله تعالى ويحقق كل أمنياتك وهو بإذن الرحمن قادر وقدير ومقدر على تحقيق كل ما يشغل بالك من أمنيات وعلى قضاء كل حوائجك التي ظننت أن قضاءه مستحيل أو صعب فالله رب المستحيلات وصانع المعجزات هذه الفائدة ستغني كل فقير وكل محتاج يريد الزواج أو يريد الخلفة أو يريد الزرية يكثر من الدعاء في هذه الأيام وإن شاء الله بإذن الله سيستجاب الله له الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله في الختام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعلى الله العظيم أن يوفق كل مرأة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمتم في خير